في البداية كان سيدنا رسولي الله صلى الله عليه وسلم علشان الناس بس تبقى مدركة ان كان فرض على الناس الصلاة قبل فكرة الإسراء والمعراج صلتين في اليوم طب احنا جبنا منين الخمس صلوات من رحلة المعراج سيدنا رسولي الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به في البداية كده طلع إلى السماء الأولى سماء الدنيا لأ سيدنا آدم عليه السلام فاستأذن له سيدنا جبريل فقال من معك قال محمد قال أوابعث له ده عنده خبر إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث لها فقال نعم فدخل عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا آدم بقى الترحيب أهلا بالعبد الصالح وبالابن الصالح بالنبي الصالح فرحب به ثم بعد ذلك في السماء دي شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة غريبة جدا شاف إن على اليمين هذا الرجل قبل بقى ما يقوله هذا آدم عليه السلام شاف إنه هو لما بينظر إلى يمينه بيبتسم وإلى يساره فيبكي فقال ليه ما يبكي الراجل ده بيبت من هذا يا جبريل قال هذا آدم أبوك آدم ولذلك هو قال له أهلا بالابن الصالح وهو يعرفه صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم فالعلمين دول مين أهل الجنة واللي في الشمال دول أهل النار ثم عرج به إلى السماء الثانية قبل مين؟ قبل سيدنا عيسى وسيدنا يحيا لتنين ولاد خالة سيدنا يحيا وسيدنا عيسى لتنين قاعدين في السماء الثانية أهلا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح وحتة جميلة جدا عندما يصف هؤلاء الأنبياء السابقون بيصف وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح وبالنبوة وبالأخوة أهلا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح بعد كده السماء الثالثة قابل سيدنا يوسف أهلا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح يطلع في السماء الرابعة يلاقي سيدنا إدريس يرحب به أهلا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح في السماء الرابعة دام صداق لقول الله سيدنا إدريس ورفعناه مكانا علي يطلع في السماء الخمسة يلاقي سيدنا هارون يطلع في السماء السادسة يلاقي سيدنا موسى عليه السلام يطلع في السماء السابعة يجد سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال له أهلا بالابن الصالح وبالنبي الصالح وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى حتة جميلة علشان الناس اللي فقدوا أبنائهم وهم صغار كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اختار أن يقبض ولده ابنه أو بنته هي صغيرة وجد أن سيدنا إبراهيم يلاعب أطفالا حوله فلما سئل قال هؤلاء أبناء المسلمين دول اللي هم قبضوا في سن صغير مع مين؟ مع سيدنا خليل الله إبراهيم في السماء السابع ثم بعد ذلك عرد به إلى صدرات المنتهى وهناك فرضت الصلاة على أمة المسلمين قبل إمتى سيدنا موسى؟ في السماء السادسة سيدنا موسى كان في السماء السادسة في بعض الأقوال قالوا أنه ممكن يبقى في السماء السابعة لكن إبراهيم فوقه فسيدنا إبراهيم آخر حاجة بعد كده طلع بقى على صدرة المنتهى في السماء السابعة وهو ده اللي احنا فسرناه في البداية فكرة المعراج نفسه في حد ذاته طيب عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طبعه وهنا فرضت الصلاة على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة في اليوم والليلة فرضت خمسين طيب إزاي الأمة هتصلي خمسين؟ لا إن كان الناس في المحن خمسة صعب خمسة مش قادرين فينزل يقابل مين؟ سيدنا موسى يقول له عد إلى ربك فإنني قد جربت العبادة قبلك أنا جربت الأمة بتاعتي ما إدروش واسأله التخفيف يرجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فربنا يشيل من عليه شوية يبقوا خمسة فاضل كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه سبحانه وتعالى وبين سيدنا موسى إلى أن صار التخفيف خمس صلوات في اليوم والليلة وخمسين في الأجر